النائب احمد دياب عضو ربطة الاندية المحترفة ستنائب نسأل خير نسأل خير يا كابتن سيف و بشكر حقك عن مقدمة الجابدة دي لا على ايه دا حقك بالعكس تستهل اكتر من كده ربنا خليك و بتشرف دايما نكون مع حضرتك كده شرف ليا يعني حبتدي معاك السؤال اللي كل الناس بتسأله هل دي النهاردة ربطة ولا لجنة هل هي تشكلت على انهوا ليحة هل هي لايحة السؤال عمر الجنيني ولا لايحة السابقة والنهاردة هي تشكلت تعديل اللايحة اللي بعد 15 يوم هيحصل ايه التفاصيل اكيد عند حضرتك ربطة دا كابتن هي ربطة دموجة باللايحة بتاعة 2017 والربطة دي هي مفروض ان لها قراراتها وليها حسابها المنفصل وهي اللي بتكون بتقوم بقدارة المسابقة وبتشوف حقوق الانبياء المشاركة في الدوري المنفصل اللي حصل النهاردة ان احنا الحقيقة الخمسة الاسامة كبيرة واعتذر طبعا كابتن محمد فضلو سيد محمد عبد السلام طب التالي الخمسة المرشحين الاخرين اللي هما هيكلهم قاماتة شرفوا من يشتغل معاهم دخلوا بالتسكية او فازوا بالتسكية في مجلس الرابط هنعقد ان شاء الله اول اجتماعات تنظيمي يوم الاربعة اثنين وعشرين لاختيار من بين الرابطة الرئيس والنائب الرئيس طيب ما يخص النهاردة شورك على المستوى الشخصي وانت واحد من مجموعة ولكن واضح ان الفكر تغير واضح ان الرؤية بتاع الناس باعت الاندية تغيرت شاب تغير بيرشحوه عند رؤية استثمارية في مجال الرياضة اكتر من حداشر نادية او عشر اندية بيرشحوه اكيد دي استثقة كبيرة جدا شرف كبير استثقة كبيرة وحابب اتوجه من خلال بالنسبة لحضرتك بالشكر لكل مجالس ادارات الاندية المحترمة ورؤسية مجالس الادارات على استثقة دي وانهم يتوسموا في الواحد ويدولوا استثقة كبيرة دي وده شرف ولكن في نفس الوقتها مسؤولية كبيرة وتحدي كبير تخلي اي واحد في الموقف ده يعمل اقصى ما في جهد انه هو يكون عند حصن ظنهم ويوصل بالمنتج بتاع الدور الممتاز وحقوق الاندية للمستوى اللي يضيق بالدور المصري وكورة القدم المصرية اللي عد عليها مئة سنة وبنحتفل المفروض بمئة سنة كورة في مصر وبلد عظيمة زي مصر بكل الانجازات اللي احنا شايفنا تستاهل ان الكورة فيها تكون موجبة اكبر دورية العالم هل بتسعى للحصول على رئاسة الربط هل فيه كلام او اتفاق على كده والله يعني احنا ان شاء الله هنقعد يوم الاربع باذن الله ويعني حصل احاديث على كده ولكن بالاخر الاهم كبتنسيس ان احنا نوصل بالمنتج اللي هتطلعوا الربطة ده وبطموحات الاندية وجديتها ان احنا نوصل بمنتج يليق بالكورة فانا بتشرف بمجاملة كل السادة الاعضاء اللي موجودين في الربطة واللي هنتفق عليه وميها ان شاء الله مهم ان احنا نشتغل ونعمل حاجة لصالحة الكورة المصرية والاندية المصرية ان شاء الله باذن الله نتمنى لك كل التوفيق بشكرك شكرا جزيلا النائب احمد دياب بشكرك شكرا جزيلا حتى